كيف تسربت هذه السنة إلى أوساطنا الشيعية كيف اليوم مثلا أنت تجد أن ممن يحارب التيار الرافضي وأهل العالم الأول وهو ينتسب إلى التشيع كما زعم يحاربهم بهذا المنطق بمنطق السنة الجاهلية أنه لا بد من احترام رموز الغير وليته يقف عند حد في هذا الاحترام إنه يتجاوز كل حد يعني لا أنه مثلا يقول إن أبا بكر وعمر وعثمان كانوا مسلمين على ظاهر الإسلام ويسكت عند هذه النقطة مثلا ويكفينا خير أو شرة لا يتجاوز ذلك إلى حد أن يصفهم بالإيمان يصف حكمهم قائما على الإسلام والعدل كما يقوله محمد باقر الصدر مثلا يترضى عنهم كما فعل الوائلي أو محمد حسين فضل الله مثلا يجلهم يثني عليهم يصفهم بالعدالة كما فعل خميني مثلا وصف عمر بالعدل مثلا وأنه كان متواضعا وعادلا وإلى ما هنالك ينشئون الفتاوى يصدرون الفتاوى بحرمة التعرض لهم يترضون عنهم يبرئونهم من بعض جرائمهم ينكرون مثلا أن عمر قد تجرأ على الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء عليه الصلاة والسلام مثلا يزعمون أن أهل البيت كانوا يحترمون هؤلاء وأن عائشة كانت محترمة قد أرجعها أمير المؤمنين عليه السلام للمدينة معززة مكرمة إنهم لا يقفون عند حد أيها الإخوة تجاوز الآن كل الحدود إلى أن خرج خرف هو قبلان عبد الأمير قبلان فيقول إن من يتعرض لأبي بكر وعمر وعثمان ولا يحبهم هو ابن حرام إلى أن خرج أحد رواديد بل الأصح مطربي قمامة خامنئي عرفت أشلون؟ يخرج ماذا؟ يلطم الناس يجعل الناس يلطمون بذكر عثمان بن عفان ويقول إن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام أرسل ولديه الحسنين صلوات الله عليهم للدفاع عن عثمان من ماذا يدافع عن عثمان ضد من؟ انظروا إلى المهازل اسمعوا المهازل يا قوم يقول من سيوف مروان وآل سفيان اتبين التاريخ كل معكوس أيها الإخوة انظروا إلى السفاهة من ذا الذي كان يريد قتل عثمان؟ مروان بن الحكم تصدق؟ مروان بن الحكم صهر عثمان زوج ابنته أراد أن يقتل عمه آل أبي سفيان الأمويون أرادوا أن يقتلوا صاحبهم عثمان بن عفان الأموي ومن الذي يدافع عن هذا المظلوم الذي يقع ضمن هذه المؤامرة الهواشم أهل البيت فتبين أن عثمان بن عفان هنا مظلوم والتاريخ كل معكوس أمير المؤمنين كان يريد أن يدافع عنه وأرسل ولديه للدفاع عنه والمصيبة كلها من بني أمي البقية واللطيف أنه يصاغ هذا على شكل لطمية والناس هاي الغنم الهمج الرعاع هؤلاء يلطمون أيضا يسمعون أنه ينوه بإسم عثمان بن عفان ويزعم أن علي كان يدافع عنه بل وأرسل صبطي رسول الله صلى الله عليه وآله لكي يدافع عنه لكي يدافع عنه ولا من منكر وتصاغ هذه اللطمية العجيبة الغريبة التي ما سبق في عالم التشيع قط مثيل لها فيما أعلم أنا بصراحة ما أمتابع كثيرا إخياس البترية هالأيام فما أدري بعد أنه أمسوين من قبلها مكسورة هالشكل ما أدري بس هذا فاجأني لما أبلغت الظاهر شيء جديد يعني بدعهم يوم عن يوم يطلعون لنا بدعة جديدة بدعة جديدة يطلعون تصاغ هذه الأبيات كلها على أساس أن هذا من مدائح أمير المؤمنين لأنه ضد الطائفية الله يعني أمير المؤمنين لأنه ضد الطائفية دافع عن الرمز عثمان بن عفان شايف شلون إلى أي مستوى من الانحدار والانحطاط والسفالة وصل هؤلاء لا يتوقفون عند حد وأنا أحمد الله عز وجل حقيقة لأن الله يفضحهم بما يصنعون حقيقة فضائح هذا منطق الشيعة أم منطق البكرية من الذي يروي ويزعم أن علي بن أبي طالب أرسل ولديه للدفاع عن عثمان لا وأكثر من هذا يقول أنه لما قتل عثمان جاء ولطم ولديه ضرب الإمام أمير المؤمنين علي سامة تخيل ضرب الإمام الحسن وضرب الإمام الحسين وسب أيضا قال ليش ما دافعت عن عمكما عثمان هذه روايات البكرية الأموية هذه هي روايات مخالفين وليست رواياتنا أنتم تلطمون في الحسينية في المجلس أنتم ما هو أصلكم امتدادكم وين امتدادكم العقائد الفكري المذهبي وين أصولكم من أين تأخذونها أفكاركم تأريخكم عقائدكم تأخذونها من روايات آل محمد أم من روايات الأموية والبكرية تأخذون عقيدتكم وتعاليمكم وتاريخ أمتكم تأخذونه من مثل الشيخ المفيد مثلا أم تأخذونه من الطبري مثلا إذا قلتم نحن نتبع آل محمد عليهم السلام ونتبع ما قاله المفيد وكذا ونأخذ تاريخنا هؤلاء أصولنا هذا معيننا من هناك نحن ننهل هناك المنابع لا نجد شيئا مما قلتموه على المنبر ولضمتم عليه في روايات آل محمد عليهم السلام ولا في تواريخنا عن أمتنا تعتمدون على ما يرويه مخالفون وتروجونه وتسوقونه باسم التشيع الشيخ المفيد له كتاب أيها الأخوة هذا الكتاب اسمه كتاب النصرة لسيد العترة يقصد به أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام ففي هذا الكتاب في الصفحة 143 تحت عنوان موقف أمير المؤمنين عليه السلام من أحداث عثمان ماذا يقول الشيخ المفيد يقول وأما أمير المؤمنين عليه السلام فلم يكن تفرده عن نصرته أي عن نصرة عثمان بن عفان وترك النهوض بالدفاع عنه خذلانا له لرأي يستصوبه في خلعه وقتله بل كان رأيه عليه السلام تابعا في ذلك لعقيدته في من تقدم عليه بالأمر من كافة القوم وكان عالما بالعواقب غير شاك في المصالح يرى الموادعة والمهادنة والرقود والمسالمة إلى انقضاء المدة التي يعلم صواب التدبير فيها بذلك فامتنع عليه السلام من التحمل للدفاع عن حصره وقتله فهمتم كلام المفيد؟ المفيد هنا ينفي أن أمير المؤمنين عليه السلام دافع عن عثمان ويقول عدم دفاع عن عثمان لا لرأي رآه كالبقية في خلعه لا وإنما لعقيدته فيه وفي من تقدم يعني أبي بكر وعمر أنهم جميعا ماذا متقدمون عليه تقدم عليه بالأمر من كافة القوم أنهم هؤلاء خلفاء غير شرعيين منتحلون للخلافة فلذلك أمير المؤمنين عليه السلام امتنع من أن يتحمل الدفاع عنهم وبالتالي ما دافع عن عثمان بن عفا تركه يلاقي مصيره فكيف يزعم أن أمير المؤمنين عليه السلام دافع عن عثمان بن عفا إلى أن يقول المفيد يقول وقد دفع عليه السلام عنه بالقول في أحوال اقتضت المصلحة عند دفاعه به لأنه قد البعض يشتبه يقول ها تفضل هذا الآن المفيد يقول لا أدافع عنه بالقول أقول التفت لو قرأت الكتاب بأكمله لفهمت مقصود المفيد أن المفيد عليه الرحمة أولا يذكر هنا جمع الروايات المختلفة بما فيها روايات أهل الخلاف التي ذكرت بعضها ماذا أن أمير المؤمنين مثلا أرسل إلى إلى عثمان بن عفان ومن كان محصورا معه أرسل لهم الماء فعد ذلك دفاعا عنه هو ليس دفاعا عن شخصه وإنما دفاع عن حق أطفاله ونسائه في الحياة الحق في الماء في الإسلام حق مقدس أفراد جاءوا وأرادوا أن يبيدوا آل أمية فنهاهم أمير المؤمنين عليه السلام لأن ذلك ظلم حاول كف الناس بأن يلجأوا للمسالمة لا لشخص عثمان التفت مرة أخرى لا لشخص عثمان وإنما لحقن الدماء هذه هي التي قد يقصدها المفيد هنا بأن أمير المؤمنين عليه السلام دافع عن عثمان بالقول أمثال هذه الأمور وإلا فإنه يؤكد ومرة أخرى يؤكد ومرة ثالثة يؤكد أنه ما دافع عنه بالفعل ما دافع عنه ومنع قتله بل كان مرحبا بذلك ما أرسل ولديه الحسن والحسين عليهم السلام للدفاع عن عثمان لاحظ ماذا يقول مفيد بعدما أكد أولا أن أمير المؤمنين عليه السلام ترك النهوض بالدفاع عنه عن عثمان وأكدها ثانيا يقول فامتنع عليه السلام من التحمل للدفاع عن حصره وقتله أي ما منع محاصرة عثمان ولا قتل عثمان ولا تحمل لكي يمنع ذلك عاد فقال وقد دفع عليه السلام عنه بالقول في أحوال اقتضت المصلحة عند دفاعه به وأمسك عن الإنكار لما كان القوم عليه والرأي في حصره وخلعه وقتله لما عرف من جميل العاقبة في ذلك أمير المؤمنين أمسك عن أن ينكر على الذين رآهم يريدون تحقيق هذه الأهداف الثلاث حصر عثمان محاصرته خلعه خلعه من الخلافة قتله يقول أمير المؤمنين ما قال لهم لا تفعلوا أمسكه عن أن ينكر عليهم ذلك ليش طيب يا أمير المؤمنين لماذا هؤلاء الذين أنت رأيتهم أمام عينيك قد حاصروا عثمان وأرادوا خلعه وقتله لماذا لم تنكر عليهم لماذا لم تدافع عن عثمان يقول لما عرف من جميل العاقبة في ذلك خش يا إصير أن عثمان يقتل العاقبة حسنة جيدة فإذن المفيد يؤكد النافية بعدما يذكر الآراء المتعارضة لأنه يذكر أيضا روايات المخالفين يذكر العثمانية وأقوالهم الفرقة العثمانية ومنها الجاحظ في هذه المسألة يثبت الرأي الصحيح القول التاريخ الصحيح الذي يتبناه الشيعة وعلماء الشيعة هذا رمز الشيعة هذا الرمز رموز الشيعة كل من جاء بعد المفيد عيال على المفيد إلى أن يقول المفيد هذه العبارة الرائعة جدا يقول مع كون قتلة عثمان خاصة أنصاره أي أنصار أمير المؤمنين عليه السلام وأعوانه وأصحابه وإظهاره الولاية لهم والتعظيم والمودة والإكرام مع ثقته بهم وإتمانه لهم يعني بصريح الكلام المفيد يؤكد ما قلناه نحن في سلسلة محاضراتنا بعنوان حمال الخطايا بعض الجهلة من المعممين أنكروا علينا أنه لا هذا الكلام باطل هذا اللي يقول هذا فلان أنه قتلت عثمان كانوا كلهم جماعة أمير المؤمنين وأصفياءه وحواريه والمقربين له وكان يبارك لهم هذا الذي صنع ولم ينكر عليهم على الإطلاق يقولون لا هذا كلام مصحح يريد أن يصور أمير المؤمنين بأنه كان راضيا بقتل عثمان بل ومشاركا في دمه في هذه الحالة هذا كلام المفيد أيها الجهلة ترجمة نانسي قنقر